أصدقاء والمعارف والإخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان نحييكم بكل تحية بتحييوا بينفسكم صباح الخير أو مساء الخير أو السلام عليكم لا نعرف أين أنتم الحمد لله النهاردة أول يوم بنلبس فيه اللبس الصيفي في بريطانيا العظمة بعد أن عانينا معاناة شريدة جدا في جو المتقلب هنا عندنا الحمد لله ده شيء يعني جو تحسن شوية اليوم بنتكلم عن حلقة الخمسة من حلقات فتفتة خمسة لخمسة وأنا أسف أن أسبوع اللي فات ما كانش فيه حلقة أو محاضرة علشان كان عندنا ظروف نغير فيها الأستاذ علي ميشي وسبنا يعني عشان راح بيعمل عمل تاني ولتحقب بينا الأستاذة آية اللي بدأت معنا هذا اليوم إن شاء الله أذكركم بحلقة الأسبوع القبل الماضي وكان نتكلم فيها عن إن الشباب بعد الأحداث اللي حدثت فرازة حب يعملوا مقاطعة لمنصات التواصل الاجتماعي وكان ردنا أنا إن احنا لابد من إجابة دائل إذا كان عندنا وسيلة أخرى لكي نستطيع أن نفعل وننجز ما نجازه الـ 11 شاب اللي هما أسسوا لخمس منصات كبرى منصات التواصل الاجتماعي أو دربت المسأل الآخر بالـ 6 أو 8 شباب اللي هما كانوا اخترقوا كل أنظمة الكمبيوتر في العالم في متوسط سنهم كان 16 سنة تقريبا ده كان المحاضرة اللي قابل الماضي واليوم هنتكلم عنها في المشكلة دي في خمس مشاكل طبعا زي ما أنت عارفين هنتكلم عنهم فأنا بشكر الأستاذة آية بزينب عشان أنها ساعدتني في العرض الفني طبعا في التفضل نحنا نتكلم عنها من أكتر من أربع حلقات سابقة هي مجموعة من المشاكل اللي بتواجه العمل الخيري واللي اقترح علينا الأسماء الفاضلة اللي موجودة عندنا الدكتور محمد بشير والأستاذ لطفي والأستاذ أحمد الحيت والسيدة هارة فؤاد والشباب أحمد الشيخ مصمعد دول من أماكن مختلفة في العالم العربي والإسلامي اليوم هننقش خمس مسائل صريحا بعدها هننقش خمس مسائل أول حاجة نعمل خير الرسالة وليس وظيفة ومنش من العيب ننتقى ده عنه أجر والمشكلة التانية اللي هو عدم ربط يعني ما فيش ربط اللوقتي بين القيم الإنسانية بالقيم الإسلامية الأخلاقية بالقيم المهنية كسبيل وحيد لعمل إنساني متكامل أو مكتمل المشكلة التالتة هي أنت أيها العامل أو أيها العاملة في مجال العمل الإنساني والعمل الاجتماعي تعتبروا ممثلين الفقاراء وأنتم مسؤولين عن كل شيء يحتاجوا الفقير المشكلة الرابعة ما هو أفضل ما تقدمه الفقير إذا كنت لا تعلم فدي مصيبة كبرى المشكلة الخمسة أمراض المهنة اللي احنا بنواجهها وحنبدأ في أول مشكلة التي وجهنا اللي هي المشكلة الأولى مشكلة الرسالة إذا شفنا الشريحة اللي بعد كده العمل الخيري بالنسبة لنا هو رسالة وليس ووظيفة وأن كان ليس عيبا أبدا أن يكون وظيفة نتقاد عليها أجر فأتذكر أنا الكلمات الخالدة التي قالتها السيدة خديجة رضي الله عنها حينما رجع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بوعث ونزل عليها جبريل عليه السلام وكان خائف وكان خائف وكان خائف ويرتعد كلها دسريني 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 وقالت له الكلمة الخالدة إنك والله لن يخذيك الله أبدا لماذا؟ لسبع قواعد هي وضعتها لمعايير الإنسانية الأخلاقية التي كانت تمثل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم أول قاعدة تصل الرحم وتصدق الحديث وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتعين عنه أبد الحق وفي رواية أخرى لمسلم وتؤدي الأمانة لذا أول حاجة تصل الرحم فأنت بالنسبة لأقاربك تصلهم جميعا أعمامك وخلانك وكل من هو قريب لك تصلهم ودائما أنت صادق يا محمد جيس خاصية تانية في أخلاق العامل المجتمعي كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني تعتبر خادم مجتمعي للمجتمع قبل البعثة وتحمل الكل يعني تحمل الضعيف وتساعد الضعيف وتكسب المعدوم وتقول المعدوم الذي ليس له دخل وتعاونه وتقرى الضعيف عندما يأتيك أحد من الضيوف تكون كريما معه وتعين على الضوء بالظهر إذا كان هناك مصيبة أو كارثة وتعين الناس عليها وفي الرواية الأخرى لمسلم وتؤدي الأمانة يبقى السبع يبقى السيدة خديجة من قبل 14 قرنا وضعت سبعة قواعد لمعايير إنسانية أخلاقية هي تحدثت بها عن شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه قال أيضا فيه فيه أمر إلهي آخر اللي هو يعدين أمنوا اركعوا وسجدوا وعبودوا ربكم وفعال خير لعلكم تفرحهم الأمر الإلهي كان إن العبادة ليس فقط الركوع والسجود والحق والصوم والزكاة أبدا اللي هو عبادة الله لكل عمل يقوم بالإنسان ويخدم الإنسان ويخدم أي مكون حياتي في المجتمع من أجل الله سبحانه وتعالى وفعال الخير وفعال الخيرات ده كان واسع وفيه بحبوحة كبيرة جدا في فعال الخيرات يبقى دي كل هذه الأشياء فيه صفات احتحلة بها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بسه وفيه وفيه سعة في عمل المرء منه فيه أعمال الخير وفيه العبادة لله سبحانه وتعالى إن كل عمل نقوم به من أجل الله سبحانه وتعالى لخدمة المجتمع فأعتبر عبادة بالنسبة لإنه إيه بقى رسالة العمل الخيري في عشرة لو إحنا لو إحنا كلمنا عن رسالة العمل الخيري ففي عشرة مبادئ لبناء هذه الرسالة عشرة مبادئ لبناء هذه الرسالة أولها هي متنهية الأبعاد أبعادها ليس حدودا لها متباينة الثمار ثمارها دائما متجددة كلما درعنا شجرة من شجرات أعمال خير أثمارت لنا ثمارها مختلفة متعددة المجالات مجالات العمل الخيري والاجتماعي والإنساني كل يوم تتغير وتتجدد وتفكر لنا طاقات جديدة هي متأصلات الجذور منذ أن خلق آدم ومنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة فهناك عمل خيري ومجتمعي وإنساني على وجه المعمور البانية المجتمعات هذه الرسالة تجعل الإنسان منه حتى الحيونات بيبني مجتمعاتهم حتى التيور بيبني مجتمعاتهم حتى الحشرات بتيبني مجتمعاتها وممكننا الأفراد من خلال العمل خيري ومن خلال العمل المجتمعي نمكن الأفراد وندربهم نجعلهم قيادات مفجرة للطاقات كلما الإنسان اختلط بالمجتمع في كل قواعد الشعبية كلما أعطى طاقات الجديدة لبناء هذا المجتمع مربية الأجيال اللي هو حتربه في خدمة المجتمع ومؤهنة القيادة يبقى فيها عشر مبادئ إذا كنا نحن بنرى أن رسالة اللي هو العمل الخيري كهيكل أو كبناء ففي عشر أعمل فيها اللي هي الأبعاد والثمار والمجالات والجزور والآفاق والمجتمعات والأفراد والأفراد والطاقات والأجيال والقيادة دي اللي هو العشر أركان لرسالة العمل الخيري اللي كنا نحن بنبنيها كبناء نتخيله معنا ممكن نتخلط عنه خيري آه آه ممكن نتخلط عنه أجر أجر يسير يجعلنا نستطيع أن نصلح بيه حياتنا من أجل إصلاح حياة الآخرين يعني الأصل في عمل عندنا والأجل نحن ناخده من العمل الخيري لنصلح بيه حياتنا ونكون قادرين على إصلاح حياة الآخرين يبقى ما فيش مشكلة أبدا في أننا ناخد أجر فيه على العمل خيري اللي هننقوم به لبعضها المشكلة التانية المشكلة التانية بقى أن نحن عدم ربط القيم الإنسانية اللي نحن عارفينها بالقيم الإسلامية بالقيم المهنية كسبيل نحن عارفين من زمان من الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصريب الأحمر اتفقت على وضع معايير إنسانية للعمل الإنساني للمؤسسات وضع معايير إنسانية للعمل الإنساني المؤسسات منها الإنسانية والحيادية وعدم الانحياز والاستقلالية والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية كل هذه لتسيير عمل مؤسسات الإنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة وداخل منظومة العمل الإنساني الدولي أو العمل المجتمع الدولي لكن احنا هنضيف عليها معايير اخرى معايير اخلاقية يلتزم بها الافراد العاملين في هذا المجال المعايير الاخلاقية دي احنا عضفناها من عندنا احنا دي لابد ان يتحلى بها كل من يعمل داخل العمل الانساني الخيري وهم 24 معيار اخلاقي منهم 15 معيار اخلاقي عام لسلوكيات العاملين في هذا المجال اول معيار منهم الرحمة والتقوى تكون انت رحيم وتقي في نفس الوقت رحمتك بيمن بالضعفاء والمساكين والفقراء والايتام والمشردين والنازعين الاخرين وتكون تقوى الله داخلك لاتتراقبك لكي لا تتعدى الخطوط الحمراء في التعامل مع هؤلاء الناس خاطئة مع النساء ومع الاطفال دي نمرة واحد دي نمرة اتنين تكون لين لو كنت فضل رئيس القلبي لم فضلوا رحمة من الله اللي انت لهم ولو كنت فضل رئيس القلبي لم فضلوا من حولك لو كنت فضل رئيس القلبي لم فضلوا من حولك المعيار الثالث الاخلاقي اللي هو التبسم حينما تدخل على الفقير والارمالة والمساكين لا يكون لك وجها عبوسا يعني سيء كده انك ارفان منهم تهقام منهم زهقام منهم الامر الرابع اللي هو التصدق والانفاق حتى من مالك الخاص او من مالك الخاص ممكن تبتدي يعني تجيب بعض الاشياء البسيطة لأطفال لكي تدخل السعادة والسرور على أفئلتها والأطفال المعيار اللي بعد كده ان انت تحب تحب الخير فتحب يتعامل المسكين وتحب يتعامل اليتيم وتحب يتعامل حتى الأسر هو أسر الحروب بانت جزء من رسالتك حب اتعامها ولا انها شعور الناس على حبيه مسكناً ويتيماً وأسيراً حب يدخل السرور على كافة المصلعفين سواء كانوا من المسلمين او من غير المسلمين الإثار يعني لو كان عندك شيء انت ممكن حتستعمله لنفسك او لأولادك او لأخير ممكن تقود به على المسكين والفقراء والأيتام والأرامل في هذه الأماكن الأمر بالمعروف انها ممكن يكون أيضاً جزء من رسالتك او أخلاق العامة انك تنهى الناس عن المنكر هناك اذا رأيته تنهىهم عنه وتأمرهم بالمعروف تحفظ الأمنات وتردها إلى أهلها كذلك لأنك مؤتمن أمام هذه المجتمعات الضعيفة أنت مؤتمن عليها وتراعي العهود والمواثيق اللي مكتوبة في التعامل مع الأطفال التعامل مع الأيتام التعامل مع النساء التعامل مع اللاجئين التعامل مع النازحين التعامل مع المرضى وتصبر لائماً لأن أهم شيء من المعيين الأخلاقية العامة هو الصبر أولاً مرة تانية الرحمة والتقوة اللين وعدم الغلزة التبسم التصدق والإنفاق حب الاتعامل المسكين حب يدخل السر على قلوب المستضعفين الإثار مع الخصاصة الأمر المعروف أنه ناها المنكر حفظ الأمنات وردها الأهلاء مراعاة العهود والمواثيق الصبر نحن تكلمنا عن 15 معيار أخلاقي عام لكلية لما نعمل في المجال الإنساني أو المجال الخيري لابد كلنا شئناً أبينا نتحلى بهذه المعايير الأخلاقية العامة ولي تختلف عن المعايير الإنسانية اللي بتحكم المؤسسات في العمل في مستوى هذه المجالات في معايير أخلاقية خاصة أخرى في منها سلوكيات عامة وفي سلوكيات في المعاملات وفي منها سلوكيات في الإيمانيات أما سلوكيات المعاملات فهم سكتة ستة معايير أخلاقية سلوكيات عامة بردك اللي عاملين أول حاجة من أنت في أسرتك وفي بيتك وفي أهلك وأولادك تحترم أبك وأمك وتكون بعيدة عن اللغو اللغو اللي هو الشيء السيء في الكلام والنقاش لغو الحديث يعني تكون تحترم نفسك في العلاقات اللي هي الجنسية مع الناس ليه لأن أنت مؤتمن على مجتمع يمكن ستين أو سبعين في المئة منه نساء وبنات ومستدعفين وأطفال يبقى أن أصلاح أضافنا لهم الأطفال يبقى تتكلم عن ثمانين في المئة في المجتمعات الفقيرة والنازحين واللاجئين دون فلذلك لابد تكون أنت من الداخل التقوى اللي فيك تمنعك عن أنت يعني تتعدى حدود هذا المجال القصد في الماشي لما تمشي ما تكونش عامل مثلا أنك تقولي والله أنا جايلك وحاجبلوك كل حاجة وعندي سلطة وسلطان أبدا أنت خادم وأنت خادمة وأنتم يدفع لكم مرتباتكم من هؤلاء الفقراء والمساكين من المرة تانية ما تتكلم مع الناس ما تتكلم ما تتكلم بصوت عالي أو بصوت آمر أو بصوت غليز إلى آخير لا تتكلم عن بأدب واحترام ودوء إلى آخير النقطة السادسة لها التعالي والكبر والتخير والخير يبقى أنت ماشي في المخيم أو فوسط النازل وكأنك أنت بتقولهم أنا اللي حاجبلوك كل حاجة أنا اللي حعملوك كل حاجة ده كل ده أخلاقيات إحنا مش عيننا ملعب يبقى ست سلوكيات في المعاملات هم اللي هم أول حاجة احتراموا لديك إذا ونت تحترم أمك وأبوك وخالتك وعمتك لن تحترم الآخرين نمرة اتنين في ثلاث معايير أخرى إحنا نحن لا نلزم أحب أن يؤمن بإله معين على الأقل لابد الإنسان منه يكون عنده إيمان بأن فيه إله موجود أنا مش حقول لك مين إلهك ومن إلهي أنت عندك إله تؤمن به حتى عدم وجود إله معناه الإله بتاعك اسمه العدم جيد من رواحد نمرة اتنين إذا أمنت بإله معين تؤمن بأنه هو صاحب العلم والمعرفة اللي أنت بتستوحي علمك ومعرفته منه نمرة ثلاثة علاقتك بينك ومن إلهك بتصلي له في الخشوع هذه معين خاصة إيمانية لك أنت أو لك أنت مش هنتدخل فيها يبقى إحنا بالتريقة اللي إحنا عندنا 24 معيار 15 منهم عام خاص فطفاد و6 سلوكيات عامة ذكرناهم و3 اللي هم يعتبروا إيمانيات خاصة بعد كده لما ننزل للـ 24 لما ننزل للـ 24 معيار اللي إحنا قلناهم دول هنلاقي 15 منهم يعني 62% معيار أخلاقية عامة نتفق كلنا فيها كلنا نتفق فيها و6 معيار سلوكيات أخلاقية خاصة أيضا نتفق فيها يبقى دي 21 هننكلم عن 87% من المعيار الإنسانية الأخلاقية عامة والثلاثة اللي هي السلوكيات الإيمانية ديك أنت داخل داخل أو ديك أنت داخل دينك وعلاقتك بينك من ربك أو علاقتك بينك من ربك يبقى نتكلم عن كل هذه الأشياء هذه تكمل اللي هو المعيير الإنسانية التي وضعتها من المتحدة لإدارة المؤسسات يبقى إحنا علينا نلتزم بالجانبين اللي هو الأخلاقي والمعياري بالإضافة لكده هنضيف إليه أيضا معايير أخرى boilيرها الشفافية وبناء القدرات العاملين وبناء جسور الشراكات يبقى إحنا عندنا السبع معايير المبادئ الإنسانية الصلاة نضيف إليها الشفافية والحاكم الرشيدة والمحاسبية والمرجعية وبناء القدرات العاملين وبناء جسور الشراكات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى اربعتاشر معيار لإدارة المؤسسة و24 معيار أخلاقي لسلوك الإنسان اللي بيعمل في مثل هذا المجال واعتقل ان كل هذه المعايير فضفادة وليست معايير دينية وكلنا هنتفق عليها بإذن الله سبحانه وتعالى ننتقل بعد كده المشكلة التالتة من أنت أنت تمثل الفقير أنت تمثل الفقير وانت بتمثل الفقير حتقوم بأدوار مختلفة أنا حاشقل مني 11 دور لكن ممكن الدور دي ممكن تكون 15 أو 20 أو 30 أو 7 أو 8 أدوار أول دور حتقوم بيها يا شباب وأنتم من تمثل الفقراء أنت بتقوم بدور المحامي المدافع عن حقوق الفقراء والمساكين بدور الجندي المدافع عن مقدرات المجتمعات والمحارب لأداءها بتقوم بدور الطبيب المعالج لأمراض هذه المجتمعات بتقوم بدور المعلم المحارب للجهل والمربية للأجيال بتقوم بدور العالم المكتشف لكنوز هذه المجتمعات بتقوم بدور دجالات الدين المحافظين على الأخلاقيات والعقائد والقيم بتقوم بدور الشرطة المحاربة الجريمة والمجرمين بتقوم بدور الباحث الذي يضع الحقائق أمام أعمال الناس دي أدوار أنت وأنت عامل مجتمعية أو أنت عامل إنساني أو أنت عاملة مجتمعية أو أنت عاملة إنسانية بتقوم بهذه الأدوار بالإضافة بتقوم بدور المكتشف دور المكتشف اللي بيكتشف طاقات ترمحنا في المجتمع ده بيكتشف طاقات الشباب طاقات النساء طاقات الرجال المجتمعات دي فيها كنوز مليئة بالتقاط بتقوم بدور الأب والأم الحاني على الطفل وعلى الأرمالة وعلى المسكين وعلى الكبير وعلى الشريد وعلى اللاجئ وعلى النازل آخر بتقوم كذلك بدور الأديب والشاعر والقصصي بتساعد الناس على تسجيل كل هذه الأشياء وتفجيل تقاطهم دور الأديب والشاعر والقصصي أن الساجين لخيال الأجيال والرسمين للصورة الدينية لأبناء هذي أو تاني هذه أدوار هذي 11 عشد لور أو 12 دور أو 13 دور أنت بتقوم بيهم دورك في هذا الأمر مهم جدا أو دورك في هذا الأمر وهذا مجال مهم جدا 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 أرجعني أقولهم تاني يا آية رجعينا للسليحة اللي قبل كده المحامي والجندي والطبيب والمعلم والعالم ورجل الدين والشرطي والباحث بعدها والمكتشف ودور الأب والأم والأديب والشاعر والقصي وأدوار أخرى زي ما أنت عايز يعني يا شباب إن أردتم أن تتبوقوا مقاعد الخدمة المجتمعية أو الخدمات الإنسانية فعليكم أن تدركوا الأدوار اللي عليكم القيام بها الأمر مستهل الأمر مستهل الأمر مستهل شيئا اللي بعد كده أو المشكلة اللي بعد كده مشكلة الرابعة إيه اللي تحنقدر نقدمه للفقراء لو أنت مش عارف وحتقول لأ تبقى مصيبة صودة يعني لو أنت أو أنت والله مش عارف حقدم إيه طبعا أنت بتستغل في المجال ده ليه أنت جيت عندنا ليه طبعا أنت مش عارفين أنت جيين بس عشان وظيفة أو اللي جيين عشان تعرفوا إيه دوركم إذا كانت الإجابة بلا فدي كارثة إذا كانت الإجابة خطأ ممكن أن يصلح بقى أنت اكتهدت وأخطأت ليك إيه ليك أجر وإذا كانت الإجابة والسواب حتتطور بعد كده الإجابة يبقى فيه ثلاث أنواع من الإجابة لا غير مقبولة على الإطلاق تبقى كارثة أنت تكون أنت بتشتغل مع الفقراء أو أنت بتشتغلي مع الفقراء والمساكين والأرامل وإتمام ومش عارفة هتقدم لهم إيه تعرفوا أنت مين هو الفقير الفقير هو اللي بيدفع مرتباتنا الأرمال هي اللي بتدفع مرتباتنا اللي يتيم هو اللي بيدفع مرتبنا إلى آخرة فلو كنا نحن مش عارفين أن سيدنا اللي بتدفع لنا المرتبات دي ها مش عارفين الدور اللي احنا هنقوم بي يبقى دي مصيبة صوت الدور الأساسي اللي أعلمان معي أن نحن نقله من الخروج من العوز والاعتماد إلى اللي هو أنه هو يكون معتمد على نفسه وصاحب قرار لنفسه ويستطيع نتكسب العيش الكريم بالنسبة له شريحة لبعد كده اه احنا فعلا جايوا هنا صح احنا بنعيش والأسف في مجتمعنا دلوقتي أو في مؤسساتنا دلوقتي أو في المزعمين معنا داخل كارثة اللي هو لا إن احنا مش عارفين كتير جدا من الشباب اللي بيشتغروا في العمل الخيري والأسف أو العمل الاجتماعي والأسف مش عارفين هم عايزين نعملوه بقرارة وظيفة فقط وظيفة ليه بقى لأن احنا اضطرينا كمؤسسات وكجمعيات وكمجالات إن مع كثرة المصائب والحاجات وقلة التقاط ناخد ناس كتيرا قد يكون ويلحنونا في القول في المراقبات في المقابلات عشان وظيف ناخدهم لكنهم هم عندهم مش رسالة مش عارفين دورهم إيه دين امرا واحد علشان قصرت المصائب والحاجات مع قرارة المتاح ومتخل بشيء لما اتنين إن كثير جدا من الشباب بيقول لك يا عم العمل خيري ده أو مهنة من لا مهنة لهم وأي حد يعمل أي حاجة فيه غلط العمل الخيري والعمل الاجتماعي والعمل المؤسسي أصبح مهنة زي الطب وزي الهندسة وزي المحاماة وزي الرياضة وزي الإعلام كل هذه المهنة ودي أيضا أصبحت مهنة مهمة جدا لها أتر والسياسات وقوانين وتقاليد وأعراف إلى آخر إلى آخر فأكرنا إن إحنا نعتقد إن العمل الخيري ده والعمل المكتمل لأي حد نمكن أن يكون فيه ده خطأ نمتالة مشاكل يعني نخش في الكريسة بتاعة اللاء دي اللي هو إن القيادات القائمة عن العمل ده أو بعضهم أو كثير منهم تبقى يعني لو نحنا نصدق نصدق بعضنا القول كثير جدا مننا عرفهم قيادات تقليدية بطريقة مش ممكن يعني أديك أمثلة إنك تبرح بعض البلاد وبعض المدن وقالي إن نفس الرجل اللي بقى له عشرين سنة فعود مجلس دارة هو نفس الرجل لما نقول طب فينش شباب يقولك لسه ما استووش لسه ما ضربناه لو أنت مش قادر في خلال خمس أو عشر سنوات إنك تربي جيل أو قيادة بعدين يبقى أنت فاشل مش شاب هو اللي فاشل قيادات القائمة على عدن المؤسسات العمل خير والاجتماعي قيادات تقليدية لا تؤمن إيه طب خلاص بس خلاص كأن كل حاجة المال أسهل حاجة في العمل الخيري جمع المال أصعب منه صرف المال أصعب أصعب تقييم صرف المال أصعب 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 اللي هو إن انت تأثر صرف المال على المجتمع وأنا أقول لك إن إحنا بنجمع المال وبنصرفه وبنقيمه وديك الجمعية تقولك أنا عملت لك خمسمائة مشروع بأمرك إيه تعمل خمسمائة مشروع في السنة طيب ده اللي هو مشكلة التالتة المشكلة الرابعة إن الشباب العاملين اللي هما عندهم الكفاءة والمهنية والحرفية بياخدوا العمل الخير ده ككبري لغاية ما يلقى وظيفة تانية ما بيستمروش فيه الأسف دي نقطة الرابعة النقطة الخامسة إن المرتبات كتير جدا من المرتبات العاملين في العمل الخير هزيلة وضعيفة ما بتشجعش الناس اللي هما تدعو كفاءة عالية جدا إن هم يشتغلوا في مثل هذا العمل النقطة السادسة إن ما فيش في كثير من المؤسسات امتيازات أخرى اللي عاملين فيها يعني زي التدريب والتأهيل وحضور المؤتمرات وأشياء كثيرة جدا تخلي اللي هو الكفاءات البشرية أو الطاقات اللي عندنا نحن منطورها أنا أعرف جمعيات يعني أعرف فيها شباب كانوا يشتغلوا من 20-30 سنة ما رحوش أي دورة ما رحوش أي مؤتمر ما رحوش أي حاجة ولما جاء مدير كدير الجامعية بدأ يتردهم المشكلة مش مشكلة الشاب ده اللي قاعد 20-30 سنة عندك المشكلة مشكلة المدير اللي كان بيديره من 20-30 سنة اللي هو مافروض يترفض مش الشاب ده هو اللي يترفض بعد ما أصبح كان رسالتنا الشباب الفقير هي ايه هي التكوين أو التمكين الاقتصادي المجتمعي إحنا هدفنا الأصلي والأساسي التمكين الاقتصادي المجتمعي القائم على المعرفية المهنية الأخلاقية مافيش معرفية مهنية من غير أخلاق مافيش اقتصاد من غير تمكين يعني مافيش اقتصاد من غير تمكين ومافيش معرفية مهنية من غير أخلاق الاتنين ركبين على بعض يبقى أنا عايز الفقير ده أمكنه اقتصاديا داخل المجتمع بتاعه على قاعدة معرفية مهنية أخلاقية معرفية يعني الغاية لا تبرل الوسيلة في كل حال أي أن أصحاب المال من الفقراء يكونوا شركاء اعرفوا دي من ساعة التفكير شركاء معنا من اللحظة الأولى في التفكير والتخطيط والتصميم والتنفيذ والمتابعة ده يكون معنا من الأول اللي احنا بنسميها المشاركات المجتمعية مشاركات المجتمعية أو بالانجليزي يعني إيه بقى يعني ده يعني إيه يعني تكون كل المشاريع اللي هنعملها معهم تكون بسيطة وساعة الأدارة وساعة العائد وليست مكلفة عشان نستطيع الناس توعبهم معنا إن أردنا أن نرتفع بهم لمستوى آخر من المشاريع المعقدة فعلينا نعمل إيه معهم بقى علينا أننا ننقلهم إلى ندربهم ونأهلهم ونوجههم مش كلهم هستطيعوا التدريب والتأهيل لكن جزء منهم هيتستمروا معنا في هذه المسيرة يعني نبدأ يعني إيه التمكين الاقتصادي المجتمعي القائم على المعرفية المعرفية المهنية الأخلاقية المشكلة الخامسة هي إيه الأمراض اللي بتجيلنا إحنا سلطان المال يا شباب خطير جدا لما يكون عندك مدير تنفيذي يقولك أنا عندي ميزانية خمسة مليون ولا عشرة مليون وكأنه بيتكلم إن الميزانية دي بتاعته فعزوة المال صعبة وقوية جدا بتجعل إنسان منه يصب بالغرور يصب بالكبر يصب بالخيالاء يصب بالعجب يصب بالفوقية أو الدولة الدولية فدي شيء خطير جدا في العمل خاصة في إن الناس اللي هما أنت بتخدمهم هما دول اللي بتقولك منتب وانت مشوخ ببالك هما دول اللي أنت بتقف وتسور لهم كده بيصبعك وتقولهم قعد ما تتكلمش أمشي كذا هو اللي بتفعلك منتبك انقلب الحرم على إيد رأسهم مرة أخرى فمن أمراض المهنة اللي بنتكلم عنها ودي خطيرة جدا الغرور والكبر الإصراف يعني أسرف محنا عندها ميزانية وفي الميزانية دي في بند بيقولك أسرف السنة دي علشان لما أصرف السنة دي حيأخذهم من نين لا لا ما أصرفهوش رجعه تاني علشان يعمل بي حاجة تانية التنافس بغيب بنا وببعدنا كأنه ابنا تقاتل عم تخطلوا على إيه دمال الفقراء وميتام ومساكين وعرامل ومشردين ومرضى وعجزة يعني مال كله نار بعض أو للمؤسسات الأخرى يبقى حقود كده عليها شوء الظن والوشاية والغيبة والنميمة وغير كتير جدا من أمرار القلوب الموجودة أيدنا في هذا العمل والأسف والعزب لا ليه لأنه نحن منركز على خدمة الفقراء والمساكين منركز على خدمة أنفسنا واعلموا يا شباب أذكركم مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة إن المال مال الفقير وأنا هنعمل مقارنة بينا وبين الفقراء دول إيه المقارنة هما بيسكنوا فين يسكنوا الخيام الغرف الخشبية المصنعة اللي بنسمعها بريفا بريكيتد بيسكنوا الغرف في المدارس والساحات ومراكز الإيواء اللي غير أمنة مفقاش أي خصوصية لا بنتك عندها خصوصية ولا امرأتك عندها خصوصية ولا أمك عندها خصوصية ولا خرتك عندها خصوصية ولا عمتك عندها خصوصية ولا جرتك عندها خصوصية مفيش خصوصيات لأنك في خيمة أو في بيت خشبي الناس بيسمعك وانت بره أقبلك وإحنا بقى كعمال إغسس كنين فين بقى شفت بقى اللي إحنا مفروض إحنا الخدم وهم المخدمين مفروض إحنا الخدم وهم المخدمين احنا العاملات لخدمتهم نسك المنازل العمرات الآمنة اللي بتحفظ فيها خصوصياتنا وكرمتنا وكرمت أولادنا شوف المقارنة أنا عايز الشاب منكم والشابة تضع المقارنة دي أمامها بين من هو مخدوم وبين من هو خادم الخادم هو أنت وأنا وأنت أما المخدوم صاحب المال هو بيععد في الخيمة ده اللي بنتكلم فيه لما تراتها فيه مقارنة تانية حنا أقولها لننظر ما نلبس وما يلبسون وما نأكل وما يأكلون ما يتعلموا أولادنا وما يتعلموا أولادهم ويقول يا أي لأولادهم بسم الله ما شاء الله لما أنت ابنك بتعلم زيهم بنتك بتعلم زيهم الملابس أنت بتجبهة لهم خاصة أنت مستعملة اللي احنا نودانهم دي هل أنت بترضى تشتريها لأولادك وبناتك إلى آخرة ما ننام عليه من فرش وما ينامونا عليه من أشياء ما نعرفش بيناموا على إيه سواء بلاستيك ولا كارتون ولا ورق حتى أحلامنا اللي حلم نحلامها في منامنا لا تلتقي ما أحلامهم في منامهم يبقى نتكلم أنا هنا هقول الكلمة بتاعة أمراض النفوس دي أو أمراض القلوب أنهم يسكنون الخيام والغرف الخشبية المصنعة والغرف المدارس والساحات ومراكز الإيواء الغير الأمنة ولا يسبيها خصوصية لهم وهم إيه؟ هم المخدومين ونحن الخدم ونحن نعاملون على خدماته من نسكن من منازل والعمارات الأمنة ونحتفظ فيها بكافة خصوصياتنا ما نلبس وما يلبسون ما نأكلون وما يأكلون ما نتعلمه أولادنا وما نتعلمه أولادهم ما ننام عليه من فرش ما ننامون عليه من أشياء حتى أن ما نحلم به كل هذه الأشياء أيها الشباب تجعلنا نتشعر عزم المسئولية حينما نتبوأ هذا المكان من التصدي لخدمة الفقراء والمساكين لكي ننصب الكبر والغرور والخيالاء إلى آخر هل أدركتم يا شباب عزم المسئولية؟ طيب رسالتي ليكم بقى زي ما بقى عملنا رسالة في آخر كلماتي معكم رسالتي إيها رسالتي معكم إن خطابي دائم لكم ينم عن أول حاجة إيماني العميق بكم رؤياتي التي أثطرها من أجلكم حرص الشديد على نجاحكم يقيني بقدرتكم على تحقيق آمال وأحلام الأجيال سعي الآباء لما آباءكم وأمهاتكم من أجل تحقيق إنجازاتكم فرح الفقراء بإيه؟ بسمع وقع خطوكم وحب الخلق العزيم دورك أقولها تاني ده إيماني بكم أنا مؤمن بكم أنا مؤمن بكم إيماني العميق بكم رؤياتي التي أثطرها من أجلكم حرص الشديد على نجاحكم يقيني بقدرتكم على تحقيق آمال وأحلام الأجيال سعي آباءكم وأمهاتكم من أجل تحقيق إنجازاتكم فرح الفقراء بسمع وقع خطوكم وحب الخلق العزيم دورك أما أنا فلن أمل أنت قلت له الكلام ده أبريكاية مئة مرة ولن أعاني ولن أجر أو آيأس من كثرة ملاحقاتكم وأعراتكم عني وأنا عارف إنه في الكتاب ما بيحبوش يسمعوا الكلام ده ليه؟ لأنه محاضرات طويلة وكلام يعني يعني إحنا عايزين إيه؟ الوجبة السريعة بتاعة السندوتشات أين باية القصيد؟ باية القصيد لده أصحاب رسلات وأنتم أصحاب رسلات باية القصيد فيه؟ هو السعي في هنا عشر نقاط أو أكثر في السعي السعي في إيه؟ السعي في الإبلاغ السعي في التنبيه السعي في رفع مستوى الوعي السعي في مواجهة المخاطر من أجل إنقاذ الشعوب السعي في تحرير العقول وتحريك القلوب السعي في إيقاظة ضمائر وتنقية الصرائر وإنفاذ البصائر السعي في كفالة كرامة مش كفالة الأيتام كفالة الكرامة السعي في كفالة كرامة الدعفاء والمشردين السعي في تقديم التضحيات السعي في إعادة ترتيب الأولويات السعي في تجميع الطاقات وتوجيه الجهود وتوحيد الجهود واستكمال الرؤى السعي في مد الجسور وبناء الشركات شوف السعي سعي في مجالات كتيرة جدا في السعي مش مجال واحد هي حركة ديناميكية تحيي أركان الحياة داخل أفراد المجتمعات في الإبلاغ والتنبيه ورفع المستوى الواعي ومجالة المخاطر وإنقاذ الشعوب وتحرير العقول وتحريك القلوب وإنقاذ الدمار وتنقية الصرائر وإنفاذ البصائر وكفالة الكرامة وتقديم التضحيات وإعادة ترتيب الأولويات تجميع الطاقات توحيد الجهود استكمال الرؤى بد الجسور وبناء الشركات ده سعي سعي إيجابي وسعي حثيس وسعي مستمر السعي أيضا لأن تكون أنت الأول والأخ إزاي يبقى أنت الأول والأخ في نفس الوقت إزاي يبقى أنت الأول والأخ في نفس الوقت الأول في البذل والعطاء والآخر في جني الثمار والبقاء يعني إيه يعني أنا أكون أول من بذل وأعطى لكن آخر من استثمر وجن الثمار وبقي في المكان يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص الأول في الإثار والآخر في الاستثمار الأول في التواضع والآخر في التضابر لك تسيب الناس وتمشي وما محتاجين لك الأول في التفكير والآخر في التنظير مش هعن الكلمة ونبحبح بقى وإيه وزي ما أخواننا الشام بيقول لك بطاقة الحنك الأول في الهمة لرفع الغمة والآخر في الفرقة تكشكوا أنت أول من يفارقهم لمنع الفرقة الأول لا تفارقهم وأنت الأول والآخر الذي يمنع الفرقة ده السعي ده كل ده سعي إن خماسية اليوم ترجع الأمور إلى نصابها نتحدث فيه عن أبعاد الرسالة المعاية الإنسانية المؤسسات والقيم الأخلاقية العامية فيها والتحدث أيضا عن الملاك الحقيقيين لهذه المؤسسات من الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين وحقوقهم المشروعة في المشاركة في ماذا في عمل المؤسسات من مرحلة الاستشارات الميدانية لمرحلة التنفيذ والمراجعة والتقييم ده حقوق أنت ما تمنحها لهمش لأن ده هم أصحاب المال هم المخدمين ونحن الخدم إن خماسية اليوم تتحدث عن التمكين الاقتصادي المجتمعي القائمة على المعرفية المهنية الأخلاقية ما فيش حاجة من دون الأخلاق مهما عزمة المانح أو عزمة المانحة أو عزمة المؤسسة أو عزمة الحكومة نفسها من غير أخلاق ما فيش تمكين الاقتصادي المجتمعي القائمة على المعرفية المهنية الأخلاقية فلا تمكين الاقتصادي بدون مهنية حرفية أخلاقية من خلال تصميم المشاريع سهلة بسيطة غير مكلفة نستطيع مراجعة مخرجاتها السلبية والإيجابية إن أصعب مرحلة يا شباب داخل بناء المجتمعي هي مرحلة تعاودة الوعي مرة أخرى مرحلة تعاودة الوعي مرة أخرى مرحلة تعاودة الوعي المختطف من من؟ من الفسدة والمفسدين ثم من بعد ذلك رفع الوعي المجتمعي كي يصبح أبناء هذه المجتمعات قادرين على إحداث التغيير المنشود الذي تترقبه المجتمعات استعادة الوعي وبالنرفع الوعي المجتمعي قد نقشنا في هذه الحلقة عدة مشاكل منها الرسالة الملكية المؤسسية ورجعت المعايير الإنسانية إلافة معايير الأخلاقية يلتزم بها العاملين في هذا القطاع كيفية الالتقاء الغرب العلماني مع الشرق الديني داخل هذه المعايير الإنسانية والقيمة الأخلاقية الدور الذي لزامن علينا القيام به مع الفقراء والمحتاجين وأخيرا ونسبة آخر الإصابة بأمراض الزهو والاعتزاز بالأنفس لدي قد تشيب بعض العاملين في هذا المجال ليه؟ لأن سلطة المال وسلطة القرار خطيرة 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 أنا سنكون يعني إحنا بعد ما تكلمنا كام بكله وعملنا رسالة وعملنا خمس مشاكل ونقشناها هل سنكتفق أيها الشباب الواعي بمجرد الاستماع إلى محاضرة أو جزء من محاضرة هل سيترخص دورنا في أن نتحدث عن دين محاضرة ومحاضرات في مجالس خاصة فنسبح إما من المعجبين أو المعارضين أو الناقضين المحللين المستنبطين في كثير من أحوال أو نصبح في أحيان كثيرة جدا 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 ننمعوذنا على السماع ليه؟ هل لك يا عم دي حاجات أطروحات مش هلنمعوذ نسمعها ليه؟ لأنها طويلة مملة لا تراكب عصر وثقافة للواجبات السريعة والسندوتات الخفيفة التي لا تسمن ولا تغني السمعين من جوع العلم والمعرفة يا شباب التعلم لابد له صبر واستبار ولابد له وقت ولابد أن الإنسان يكون فيه حليم وصبور ومستبر ومتصبر كذلك لكي يستطيع أن يحصل على المعلومة أبأنا وأجددنا أما أنا فأعرف تماما أين سأكون سأكون معكم أينما كنتم بجانبكم كلما ذكرتم وراءكم حيثما سرتم أمامكم حينما تشتد الخطوب معيناً النضب المعين مؤازاً في فلاة الوجود مرشداً في ظلام المسير هادياً في غيابات الضلال وممسكاً بأيدي من ظل وخاف ده دوري اللي أنا حقوم به بد أن تدوركم على دور قلتها من قبل في مواقع كثيرة وأرددها معكم مرات ومرات ومرات بأني لن أتخلى عن موقع أو مسؤولية بإذن الله سبحانه وتعالى أو دور أو مسيرة أو مشاركة في بناء أو بدل في عطاء أو بيصار في عناء أو سخاء في ابتلاء قد كلفني به أبناء المجتمعات التي نرجو من الله أن نخدمها ليس بسواعدنا وآراءنا بل بقلوبنا وأروحنا وحياتنا ومن بعد ممتنا أيها الشباب الواعي المؤمن الحر أرجو من الله أن تعوا ما أقول مش أنا بس اللي أقوله وما قاله ويقوله غيري من قبلي ومن بعدي فالواعي والإدراك هما سبيل نجاة المجتمعات الواعي والإدراك سبيل نجاة المجتمعات سبيل إحياء القلوب سبيل إيقاظ الدمار سبيل تبصير الرؤى سبيل تحديد المعالم سبيل تخطيط المسارات سبيل تغليب الأولويات سبيل ترتيب الخيارات سبيل تدقيق السياسات سبيل اكتشاف المقدرات سبيل المحافظة على المكتسبات تفجير الطاقات إعداد القيادات طورة الأجيال صناعة الإنجازات بناء النهضات وتشهد الحضرات هو السبيل سبيل الوعي الأدراك ده هو السبيل هو الطريق الطريق الوحيد لعمل كل هذه الإنجازات شفتم هو سبيل لكذا حاجة إيه أول حاجة إحياء القلوب إيقاظ الدمائر تبصير الرؤى تحديد المعالم تخطيط المسارات تغليب الأولويات ترتيب الخيارات تلقيق السياسات اكتشاف المقدرات محافظة على المكتسبات تفجير الطاقات عداد القيادات طورة الأجيال صناعة الإنجازات بناء النهضات تشهد الحضر 16 نقطة سبيل سبيل تسير فيه 16 غاية متحركة مجتمعية غاية مجتمعية متحركة لبناء المجتمع من الداخل من الخارج إن بناء الوعي والإدراك لاسى درجة علمية أو رسالة بحسية أو تجربة خصية أو مناقشة أقادمية فقط كلا بل هو كذلك وكل ذلك وغيره من سبب المعرفيات المعرفية الامبراطة التراكمية التجارب التطبيقية التشاركية التعلم من المرشدين والموجهين أصحاب الإنجازات المجتمعية والتقدميات الثقافية الفلسفية الفكرية استنباط الأراء والحلول من من؟ من أصحاب الحاجات والثقافات والكبوات من الفقراء والمساكين من أصحاب الحلول الاستدلال بالتجارب العلمية والدروس المؤسسية والفردية ده بناء الوعي بناء الوعي الأدراك يا شباب هو بناء موسوعي مجتمعي مؤسسي من غير مؤسسة لن تستطيع أن تبني الوعي من غير مؤسسة تحول الوعي لبناء موسوعي لن تستطيع أن تبني الوعي هو بناء موسوعي مجتمعي مؤسسي داخل مسيرة تقدمية قد تستغرق سنوات عدة أو حقبة زمنية ده بناء الوعي مثال ما هوش درجة الابتدائية أو الأددائية أو الثانوية أو جمعية لا ده بناء فكر جديد متأصل داخل أفئدة وأذهان وعقول ورؤى الإنسان نفسه إن بناء الوعي الأدراك هو حلم ورجاء في أفئدة العلماء والعقلاء مش فأفئدة اللي هما الجهلاء والفسدة ورغبة نواضياء فين في قلوب الفقراء يتمنوا إن الناس اللي بيخدموهم يكونوا يعو مشاكلهم ويدركوا أبعاد هذه المشاكل والآن أيها الشباب الوعي أين أنتم مرة أخرى من كل هذا الذي قلتم وعلموا أنني سوف أكون معكم في كل ما فيه الخير للإنسان والإنسانية أنا تحدثت معكم اليوم وأنا بنعتذر على بعض المشاكل اللي هي في حدثت في التواصل في الإنترنت معنا ونتمنى أنتم تزوروا مثل هذه الأشياء ونتمنى أننا نخلص من هذه خمس مشاكل بشيء واحد كيف نرفع مستوى الوعي والإدراك للمجتمعات كيف نرفع مستوى الوعي والإدراك للمجتمعات وأشكركم جديدة شكر وأعتزم مرة أخرى على اللي هو المشاكل اللي كانت حصلت وأنا بنتكلم مع بعض وأنا رأيكم يوم الجمعة إن شاء الله بمحاضرة باللغة الإنجليزية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة